مشاهدين الكرام أهلا بكم من عدد جديد ومتجدد من حديث الصحف وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء التي عنوانت في صفحتها ثورة منجمية لتنويع الاقتصاد مؤكدا أن القطاع يحمل آفاق واعدة بفضل تجند الكفاءات الوطنية وجاء في تفاصيل هذا المقال يقول بناء أول وحدة لمعالجة خام الحديد بمنجم غار الجبلات وشركة مختلطة لإنجاز وحدة إنتاج مركزات خام الحديد ببشار وإنجاز منجم باطني بمكمن الرصاصي والزنك بوادا ميزور ببيجاية يقول المقال في تفاصيله وقعت شركات وطنية وشراكاء دوليون أول أمس بالجزائر ثلاث اتفاقيات وعقود تخص مشاريع منجمية وتعدينية بكل من غارج بيلات بيتندوف وتلحمزة بوادا ميزور ببيجاية وبشار بإشراف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال وتحت شعار كنوز باطنية لطموحات استراتيجية ويتعلق الأمر بعقد يخص بناء أول وحدة للمعالجات المسبقة لخام الحديد على مستوى منجم غارج بيلات بطاقة تقدر بأربعة ملايين طن فيما تخص الاتفاقية الثانية إنشاء شركة مختلطة لإنجاز وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بمنطقة توميات ببشار بطاقة انتاجية سنوية تقدر بمليون طن أما الاتفاقية الثالثة يقول المقال فتتعلق بإنجاز منجم باطني على مستوى مكمن الرصاص والزينك بوادا ميزور ببيجاية بطاقة سنوية تقدر بمئة وسبعين ألف طن من الزينك وثلاثين ألف طن من الرصاص إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر منظمات جهوية وفضاءات أجنبية تريد الضغط على الجزائر لاستنزاف قدراتها من العملة الصعبة وزير التجارة زيتوني يصرح في هذا المقال ويقول الجزائر تعمل على تأطير الواردات وليس تجميدها وأكد وزير التجارة والترقية الصادرات طيب زيتوني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تسعى لتأطير عمليات لاستراد وعقلنتها وليس تجميدها مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار سمحت بتحويل العديد من المستوردين إلى مصنعين وحتى مصدرين وأوضح زيتوني أن وزارة التجارة وترقية الصادرات قامت في 2023 بمعالجة 32 550 فطورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار بزيادة تعادل 38% مقارنة بسنة 2022 ومن خلال هذه المعطيات حسب الوزير يتضح أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية التي تريد الضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة يقول حسب ما جاء في هذا المقال إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر مشروع لتصنيع الأليمنيوم في الجزائر بالشراكة مع منتج إفريقي للبوكسيت حيث كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إجراء دراسة لمشروع تصنيع الأليمنيوم محليا عن طريق شراكة بين الشركة القابضة إميطال ومنتج إفريقي للبوكسيت وهي المادة الأولية المستخدمة في الإنتاج وأكد عون في هذا السياق بأن الشراكة مع منتج المادة البوكسيت غير الموجودة في الجزائر ستسمح بإقامة صناعة تؤمن حاجيات السوق الوطنية من الأليمنيوم وتقلص من فاتورة استيراد هذه المادة غير أن صناعة الأليمنيوم انطلاقا من مادة البوكسيت يضيف الوزير حسب ما جاء في المقال تعتبر صناعة ملوثة مما يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية للمحافظة على البيئة إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقعي النهار أونلاين الذي عنونا طبي استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية صارت تثير المخاوف وأورد وزير العدل حافظه الأختام عبد الرشيد طبي أمس الجمعة في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل رجاز محمد خلال ملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والرقمنة أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية قول على غرار العدالة الجنائية صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون وهو الشأن الذي يستدعي حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفعاليين القانونيين كما أكد وزير العدل على ضرورة انخراط المحامين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار وجعلها الجزائر وجهة نفسية حقيقية في هذا المجال مقال آخر على موقعي النهر أونلاين نقرأ فيه صناعة والصفائح المعدنية للسيارات بوهران قبل نهاية الفين واربعة وعشرين حيث أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس سنة الجزائر تحولت في السنوات الثلاثة الأخيرة من بلد مستورد إلى بلد مصدر في مجال صناعة الحديد والصلب وبهذا الخصوص قال علي عون مركب وهران سينطلق في إنتاج هذه المادة قبل نهاية السنة الجارية كما أكد الوزير أن السلطات العمومية تعمل في إطار تمسكها بمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية على مرافقة مركب سيدار الحجار وأضاف الوزير أن هذا المركب سيدار الحجار يعتبر رائدا في صناعة الفلاذ لتمكينه من استعادة مكانته ضمن النسيج الصناعي الوطني والإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية موقع الشعب أونلاين عنوانا في مقال يتعلق بسكنات عدل تعليمات باللعريب بشأن سكنات عدل حيث ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي اجتماعا تقنيا خاصه لمشروعين مهمين موكلين لوكلة عدل متمثلين في مشروع ألفي مسكن مقطع خيرة سيدي عبد الله ومشروع ألفي مسكن بمفتاح يوم الخميس بمقر الوزارة وبشأن مشروع ألفي مسكن بمقطع خيرة موكل لمؤسسة الإنجاز كوسيدار الذي يعرف تأخرا ملحوظا في الإنجاز وفي التهيئة الخارجية أمر الوزير بمضاعفة عدد العمال وتجنيد فرق بكل عمارة وأمر بلعريب شركة كوسيدار برفع كل العرقين التي تعيق التهيئة الخارجية والانتهاء منها نهاية شهر جوان وبالنسبة لمشروع ألفي مسكن عدل مفتاح شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كل الدراسات والمصادقة عليها قبل نهاية شهر ماي يقول المقال موقع الخبر وفي الشأن الرياضي عنوان قرار جديد لأتاس حيث يقول المقال رفضت رئيس محكمة التحكيم الرياضي بلوزان أمس طلب نادي اتحاد الجزائر بتجميد نهائي كاس الكاف ورغم أن طلب اتحاد الجزائر حامل لقب الطبعة الأخيرة يقول المقال يستوفي الشروط المنصوص عليها في المدة السابعة والثلاثين من قانون التاس إلى أن رئيس المحكمة رفضت طلب تجديد وتنص المدة يضيف المقال تنص المدة السابعة والثلاثين من قانون التاس صراحة على أن طلب تجميد منافسة يرتكز على مدى تقدير رئيسة المحكمة لضرر الجسيم الذي قد يتعرض له صاحب الطلب ومدى سلامة مبرراته المودعة في الشكوى ومصلحته من وراء طلب تجميد مقارنة بالمنافس ورغم استفاء اتحاد الجزائر لشرط طلب التجميد لأن رئيسة المحكمة بلوزان رفضت طلب اتحاد الجزائر دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة الذي عنون في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة شهداء في قصف مكثف وترجحات للاحتلال الإسرائيلي باستمرار عملية رفح شهرين في اليوم الثامن عشر بعد المائتين للعدوان الصهيوني على غزة وصل جيش لاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع خاصة في رفح ومخيم المصيرات ومدينة غزة مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحة حيث ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34934 شهيدا و78572 مصابا كما تصدت فصائل المقاومة يضيف المقال لتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح مما كبده خسائر فادحة بالأرواح والمعدات حيث اعترف بمقتل أربعة جنود وإصابة اثنين بجروح خطيرة وبشأن عملية رفح ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن العملية ستستمر نحو شهرين وستتم على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال توصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة موقع سبوتنيك عربي الذي عنوان ماذا تستفيد فلسطين من قرار الأمم المتحدة بأحقيتها بالعضوية الكاملة الجامعة العربية توضح حيث قال رئيس بحث الجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح أن المجموعة العربية في نيويورك تعد لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة منذ أبريل الماضي وحول الاستفادة التي تحققها فلسطين من قرار الأمم المتحدة بحقيتها بالعضوية الكاملة أوضح عبدالفتاح أن هذا الأمر يحقق ثلاثة أهداف رئيسية أولها الإقرار باستفاء فلسطين لشروط العضوية وأنه يجب ضمها للمنظمة الدولية بتأييد الدول التي صوتت لصالح القرار وتبع الهدف الثاني يتمثل في دعوة مجلس الأمن لإعادة النظر في الموضوع بصورة إيجابية بينما الهدف الثالث فيتمثل في الامتيازات الإضافية التي تحصل عليها دولة فلسطين إضافة إلى ما حصلت عليه من امتيازات في عام 2012 بصفة دولة مراقبة في الاقتصاد عنوانا موقع الشرق للاقتصاد التقص السيء والحرب يشعلان المخاوف بشأن امدادات القمح العالمية حيث يهدد سوء الأحوال الجوية والحرب بإبقاء امدادات القمح العالمية تحت الضغط وإحياء شبح ارتفاع تكاليف الغذاء ويواجه المزارعون عقبات عدة مثل الحقول الرطبة في أوروبا الغربية والتربة الجفة في أستراليا وصولا إلى تأخر امدادات أوكرانيا نتيجة الحرب ويعني ذلك أن المخزونات العالمية ستظل الأصغر حجما منذ نحو عقد وفقا لمحللين شاركوا في استطلاع أجري قبل صدور أول توقعات الحكومة الأمريكية للموسم المقبل وسهمت وفرة المحاصيل في البحر الأسود في كبح الأسعار لفترة طويلة ويجري تدول القمح بنصف سعره القياسي المسجل في 2022 لكن المخاوف بشأن الامدادات تتصاعد مجددا وارتفعت العقود الأجلة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أغسطس وقلصت الصناديق رهاناتها الهبطية التي احتفظت بها لعامين تقريبا إلى موقع روسيا اليوم وفي الرياضة عنوانا وأخيرا بابي يعلن رسميا رحيله عن باريسان جيرما وأعلن مهاجم باريسان جيرما الفرنسي لكرة القدم كليام بابي أمس الجمعة رحيله عن بطل الدورية الفرنسي نهاية الموسم الحالي وكان كليام بابي الذي انضم إلى باريسان جيرما عام 2017 قادما من موناكو قد مدد عقده في عام 2022 حتى عام 2024 لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بوند يسمح له بالبقاء عاما آخر في حديقة الأمراء وقال لام بابي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة أنه لن يمدد عقده مع باريسان جيرما وأضاف سأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة وسألعب آخر مباراة لي في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد ضد تولوس في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي وتابع من الصعب جدا مغادرة بلد فرنسا والدورية الفرنسي وأوجه الشكر للمدربين والجماهير يقول أنبابي حسب ما جاء في هذا المقال وبهذا الخبر الرياضي مشاهدنا الكرام نسل وإيكم إلى ختم جولة عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة